فريق التفاوض الحكومي وأكدوا أن أي محاولة حوثية أحادية في تعز تنسف الجهود الأممية تصاعد الاحتجاجات المطالبة بكسر الحصار الحوثي عن تعز عسكريا والدفاع المدني في حضر موت يدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيور نشرة إخبارية مفصلة على قناة يمن شباب أهلا بكم أكد فريق التفاوض الحكومي لفتح طرقات تعز أن أي محاولة تذهب إليها ميليشيا الخوث الإرهابية لفرض رؤيتها الأحادية تخيل بجوهر عملية النقاش الجارية وتنسف الجهود الأممية في حل حالة هذا الملف الإنساني وتكشف عن نوايا مسبقة للتهرب من الالتزامات التي تنص عليها الهدنة قال رئيس الفريق عبد الكريم شيبان في بيان صحفي اليوم الأحد إن حديث وسائل إعلام الميليشيا حول الذهب لفتح طريق ترابي مجهول محاولة مكشوفة لإحباط جهود الأمم المتحدة والالتفاف على المشاورات الجارية دعيا لمبعوث الأممي هانس جراندبرغ لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في تصدي لهذه الألعاب والضغط على ميليشيا الحوثي لوقف هذه المهازل واحترام النقاشات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة أطلب البيان المجتمع الدولية بممارسة ضغوط جادة على الميليشيات لاحترام اتفاقات والتفاهمات والكف عن التعامل مع القضايا الإنسانية بهذه الطريقة المشينة تتواصل الاحتجاجات المنددة باستمرار حصار ميليشيا الحوثي الإرهابية لمحافظة تعز للعام الثامن على التوالي وارتكابها ألاف الانتهاكات بحق أبناء المدينة وندد العشرات من أبناء تعز اليوم في وقفة احتجاجية في عقبة منيف بالقرب من صالة عساج المنفذ المؤدي لجولة القصر نددوا بالانحياز الأممي للميليشيا وعدم الضغط عليها لفتح الطرقات الرئيسة للمدينة وطلب المحتجون قوات الجيش والمقاومة الشعبية بكسر حصار ميليشيا الحوثي عسكريا خاصة وأن الميليشيا تحاول فتح طرقات فرعية استحدثتها مؤخرا في مناطق زرعتها بألاف الألغام والعبوات الناسفة وفي تعز أيضا جددت ميليشيا الحوثي الإرهابية مساء السبت قصف واستهداف المناطق السكنية والطرقات في الأحياء والشوارع الشمالية الغربية للمدينة مصدر محلي قل اليمن شباب عناصر وقناصة الميليشيا المتمركزة في تبة القارع المطلة على شارع الخمسين استهدفت بالأسلحة المتوسطة منازل المواطنين في شارع الحصب ومحيط معسكر الدفاع الجوي مخالفة أضرارا مادية في ممتلكات المواطنين رغم علان الأمم المتحدة تمديد الهدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي لشهرين إضافيين إلا أن الأخيرة مستمرة في قصف واستهداف المدنيين تسبب القصف المتواصل بسقوط عدد من الضحايا تشكل المدارس بيئة خصبة للميليشيا الحوثية الإرهابية لاستقطاب المجندين والزجبهم في معركها الخاسرة مستغلة كل الفرص في التحشيد ودفع المغرر بهم إلى الموت في سبيلها مشهد طلاب في قاعة الدراسة لا يروق لميليشيا كهنوتية عنصرية ترى في التعليم خطر على مستقبلها وهيمنتها على البلاد تبعث الميليشيا مشرفيها إلى المدارس وقاعات الامتحانات للحديث عن الجبهات ومحاولة التحشيد من جانب ومن جانب آخر ضمن مخططها ترهيب المجتمع بأنها حاضرة وعزمة على القتال إلى ما لا نهاية صورة تحاول تكريسها وعسكرة للتعليم مدفوعة برؤية عنصرية ترى في اليمنيين وقودا لمعاركها وأداة لتنفيذ مخططاتها في الحكم والهيمنة بقوة السلاح والتمرد ومن أجل تمليك اليمن لأسرة الحوثي وبضعة أسر سلالية وفرض التمييز العنصري لجعل الأكثرية عبيدا للأقلية الإرهابية حملات التحشيد والتجنيد والدعاية الحوثية وتركيزها على المدارس تعكس وعيا عنصريا راسخا لدى الأسر الإمامية هذا الوعي العنصري يتلخص في أن الموت في الجبهات هو ما يستحقه اليمنيون وأبناؤهم وليس التعليم والعمل الكريم أما السلاليون فلهم السلطة والمال والقصور ولأبنائهم أن يتعلموا في أرقى جامعات العالم ويعيشون أينما أرادوا على حساب أموال اليمنيين ودمائهم تستغل ميليشيا الحوثي كل الفرص في محاولة لتجنيد طلاب المدارس من اليمنيين والتحشيد للجبهات ونشر الدعاية السوداء من أجل الموت في سبيل فرض الكهنوتية الحوثية وترسيخ احتلال الميليشيا الحوثية للبلاد واحتكارها للسلطة والثروة والنفوذ دون أساس يذكر أعلن المرصد اليمني للألغام استشهد وإصابة خمسة مدنيين وذلك أثر انفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية كتاف بمحافظة صعدة قال المرصد في تغريدة على تويتر مدني أن نستشهد فيما جرح أربعة آخرون بانفجار لغم بمركبة مدنية في منطقة وادي آل أبو جبارة تتهم الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي بزراعة نحو مليون لغم في أجزاء واسعة من المحافظات وهي الحصيرة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية وفقا لتقديرات تقارير حقوقية في السياق أفاد مصدر محلي بإصابة طفل بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الإرهابية أسطى مزرعة مواطن من أهالي حيز جنوبية الحديدة قال المصدر أن الطفل سعيد محمود هديش البالغ من العمر 12 عاما كان مع أفراد من أسرته يحرثون في مزرعتهم عندما انفجر لغم أرضي من مخلفات ميليشيا بآلة الحراثة ما أسفر عن إصابته بجروح بليغة أصعف على إثرها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخة وفي وقت سابق من الأسابيع الماضية استشهد وأصيب عشرات المدنيين بينهم أطفال ونساء بانفجار ألغام ميليشيا الحوثي في مناطق متفرقة جنوبية الحديدة تتصاعد عمليات التهريب المنظمة للأسلحة والمخدرات إلى اليمن التي تقف وراءها إيران وحلفاؤها الحوثيون عبر المنفذ الشرقي للبلاد والساحل الغربي حتى تجد طهران متسعا لتنفيذ هوايتها المفضلة في العبث وارتكاب سياستها التدميرية على قارب خشبيا متوسط الحجم يغامر إيرانيون من أجل إيصال شحنة مخدرات إلى اليمن هذا المشهد لا يمثل شيئا من حجم أدوات الموت والدمار التي ترسلها إيران إلى أدنابها الحوثيين في اليمن من أجل مواصلة حرب الإبادة على الشعب اليمنية وفقا لتقارير دولية هناك عشرات القوارب وسفن الصغيرة الإيرانية تجوب المياه والبحار الإيصال ما هو أخطر إلى الحوثيين في اليمن مسيرات وصواريخ وأسلحة وألغام كلها مصممة لقتل وإبادة اليمنيين وبسط نفوذ إيران أعلى البلاد هذا القارب الذي ضبطته الأجهزة الأمنية في محافظة المهرى شرق اليمن وعلى متنه كمية كبيرة من المخدرات يخفي وراءه ما هو أخطر فالنظام الإيراني الذي يصدر الإرهاب إلى دول المنطقة يرى اليمن جزءا من امتداده التوسعية ويركز جهوده لإرسال أفواج الإرهابيين الشيعة من العراق ودول أخرى في المنطقة بحسب تصريحات سابقة لقيادين إيرانيين إلى جانب إمدادات من الأسلحة المهربة لا تتوقف عبر البحرين العربي والأحمر وقد وجد النظام الإيراني وأداته الحوثية متسعا أفضل للعبط في سياساته العدوانية تجاه اليمن والمنطقة بفضل الضغوط الدولية التي انتهت بتسليم معظم مناطق محافظة الحديدة على البحر الأحمر لميليشة الحوثية الإرهابية وأضحى الطرق التهريب على شواطئ الحديدة سالكة أكثر من أي وقت آخر وأما شواطئ المهرة فالعمليات الجارية هناك ضمن أنشطة التهريب ليست بخطورة ما يتم عبر الحديدة ومينائها وشواطيها لليوم الثاني على التوالي واصل العشرات من سائقي شاحنات النقل في محافظة تعز إضرابهم عن العمل احتجاجا على عمليات التقطع التي يتعرضون لها في طريق الرابط بين تعز ولحجة وأكد سائق الشاحنات أن إضرابهم عن العمل سيستمر حتى يتم وضع حد للعصابات وقطاع الطرق الذين يعترضونهم وخاصة في طريق طور الباحة الذي يتعرضون فيه الانتهاكات المتواصلة آخرها مقتل الطفل أكرم العزعز بجوار والده وانقلاب الشاحنة التي كانوا ينقلون على متنها البضائع يشاري لأن الخط الرئيس في طور الباحة الرابط بين محافظات عدن ولحج وتعز يشهد عمليات تقطع من قبل مسلحين للمسافرين بشكل مستمر في ظل غياب أي إجراءات حكومية للحد من تلك الانتهاكات هناك مضامنين مع الأخ زميلنا أكرام الولد البري الذي تعدله بخط الصبيحة وقتلوه غدرا من تحت الأشجار وهذه الحادثة مسهول مرة أو آخر مرة هذه حوالي أغلقى الخمسين حادثة تحدث بهذه المنطقة ولا أحد يوقف ولا أحد يعاني ولا كأنه محافظة لاحق ولا محافظة تعز سوقها مع السوق هذا أقضى أظل بجميع السائقين والآن أصبح الخط وعب وليس خط طلبة لقمة العيش الحلال والآن نطالب القيادة العليا ومشايخ الصبيحة ومشايخ الحقرية بل قبض على القتلة وإقراء عليهم المحاكمات أقرت شركة النفط اليمنية في عدن رفع سعار وقود السيارات بنحو 6% تماشيا مع الارتفاع الحادث في أسعار الوقود العالمية بفعل انعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية وهبط العملة المحلية وقال مسؤول رفيع في الشركة أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه يوم أمس ارتفع سعر قالوني البنزين سعة 20 لترا من 18.600 ريال إلى 19.800 ريال أي بواقع 990 ريال للتر الواحد وفقا لوكالة رويترز وأرجع سبب الزيادة إلى ارتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج نتيجة صعود أسعار النفط عالميا بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وإلى تذبد بأسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار أقيم في مدينة تاريم بحضر موت معرض الإبداع الأول في قصر المنصورة التاريخي بمشاركة أربعين فنانا وفنانة تشكيلية بتنظيم من منتدى شعاع الإبداع بتاريم واحتوى المعرض على العديد من المجالات في النحط والرسم والخط العربي والتجزيم إلى جانب مشاركات ذوي الهمم في الصناعات اليدوية جاء المعرض الذي افتتحه مدير عام مديرية تاريم حسن جعفر تنشيطا للجانب الثقافي في المدينة التي توجد في العام 2010 عاصمة للثقافة الإسلامية فنان من تاريم الغنى أطمح للاحتراف شاركت اليوم بالمعرض منتداش عالي بدعب تاريم الغنى أول شيء نشكر المدير العام على الدعم الذي أقام لنا وعلى الزيارة الجميلة التي أتحفت الجميع ونشكر التجمع يعني لقبال الجميلة جدا على المعرض فإن شاء الله يكون لنا معرض خارج البلد فهذا أول معرض بتاريم تكون بدرة لأهل تاريم كي نظهر الفن الحضرمي التاريمي خصوصا بالذات دعت مصلحة الدفاع المدني بوادي وصحراء حضرموت جميع المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول نظرا لتنبوات الحالة المدارية خلال 48 ساعة القادمة على بعض محافظات الجمهورية ومنها حضرموت متوقعة هطول أمطار رادية وجريان الأودية والشعاب أشددت المصلحة على ضرورة الابتعاد عن مجاري السيول في بطون الأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار التي قد تكون غزيرة أحيانا وتتشكل على إثرها السيول الجارفة بشكل مفاجئ كما طلبت بتجنب الأماكن ذات المنسوب المنخفض والتي قد تتجمع وتتدفق إليها مياه الأمطار عند استمرار هطولها وعدم عبور الأودية إذا تجاوز منسوب المياه فوق الركب نصف متر إذا كانت جارية وقع ارتفاعها وفي وقت سابق من يوم أمس توفيت امرأة وأصب طفلاها بسبب ماس كهربائي في مديرية الشحر إثرها هطول أمطار غزيرة فيما أعلنت مؤسسة الكهرباء بساحل حضر موت من قطاع الطيار الكهربائي عن جميع مناطق ومديريات ساحل المحافظة رياضيا بدأ منتخبنا الوطني للناشرين أول تمارينه على ملعب الثاني والعشرين من مايو في المعسكر الاعدادي بصنعاء الذي يسبق مشاركته في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من الثاني والعشرين من يونيو الجاري حتى الأول من يوليو القادم بمشاركة منتخبات اليمن والعراق والأردن وعمان استدعى مدرب المنتخب قيص صالح 14 لعباً للمعسكر إضافة إلى لعبي المنتخب السابقين الذين حققوا إنجاز بطولة غرب آسيا في النسخة الماضية سيتم خلال المعسكر الوقوف على مستويات اللعبين السابقين والجدد واختيار الأفضل بعد أن يتم إخضاع الجميع للفحوصات الخاصة بتحديد الأعمار ختم الناشر عود وأذكر بأبرز ما جاء فيها فريق التفاوض الحكومي وأكدوا أن أي محاولة حوثية أحادية في تعز تنسف الجهود الأممية تصاعد الاحتجاجات المطالبة بكسر الحصار الحوثي عن تعز عسكريا والدفاع المدني في حضر موت يدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول ختم الناشر أشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة